مرحبا بكم مشاهدينا من جديد طبعا بمتابعة لتدعيات حدثة الزلزال طبعا منذ الساعات الأولى تم تشكيل لجان خاصة لتقييم الأبنية المتضررة ولمساعدة طبعا كل المنكوبين الذين طبعا أصابهم أو تضرروا بفعل هذا الزلزال يعني كانت هذه اللجان طبعا مثل ما تكلم منذ الساعات الأولى بعمل مستمر لمحاولة الوصول إلى أكبر عدد من الأبنية أو الأخوة المواطنين الذين طبعا يتواصلون مع اللجان الخاصة من أجل تفقد منازلهم ومساكنهم للأطمئنان أكثر إذا كانوا يستطيعون العودة إلى المنازل أم لا طبعا تفاصيل أكثر عن هذا الموضوع معنا المهندسة زينب الخير الرئيس شعبة المكاتب الهندسية الخاصة من لك يسعد صباحك والحمد السلام سعد صباحك والحمد لله على السلامة جميعا لكم والكادر والمواطنين جميعا للبلد أهلا السلام البداية يعطيك ألف عافية والحمد لله على سلامتك الله يسلمك يا رب طبعا شفنا من بداية من الساعات الأولى لحدوث الزلزال بشكل مباشر تم تشكين ليجان هندسية لمراقبة أوضاع الأبنية المتصدعة حاليا نحكي بداية عن اختيار هذه الليجان كيف تم اختيارها لهذه الليجان حقيقة نحن عندنا بنقافة المهندسين في دائما تصنيف تراتبي للمهندسين عندك مهندسين مبتدئين ممارسين مهندسين استشاريين هدون الأساتز اللي من اعتمد عليهم وعندنا كم كبير من الأساتز الاستشاريين المعول عليهم بهيك مهمات صعبة إنما جاء كل شيء على عجل يعني وربما هي التجربة الأولى بهالحجم لنقافة المهندسين عموما أو لا فرعنا نحن كمان وإن شاء الله ما بتتكرر كمان منقول إنما كانت الاستجابة سريعة جدا فيني قلك خلينا نحن ننوه بالنشاطات الفردية والتطوعية أولا دون شك قبل نحن ما نلتقي في نقافة المهندسين الساعة 9 صباحا بعد الزلزال كان عندنا عشرات زملاء الاستشاريين والخبراء طمنوا الناس طمنوا الجيران طمنوا الأقارب طمنوا وما زالوا حتى هذه اللحظة لرغم إدراج أسماء في اللجان هن يقومون بهذه المهمة وهي مهمة جليلة وليست بالقليلة أنه في ناس تضرر في بيوتها قليل لكن الخوف نال من الجميع ومن أعصاب الجميع زملائنا ما زالوا مستمرين في تطمين الناس وتشكلت اللجان في اليوم الأول حقيقة كانت لجان بناء على اتصالات مباشرة من الزملاء من المواطنين من جهات رسمية من كذا كنا نشكل سلاسة لجان كثيرة كل لجنة من سلاسة مهندسين من الخبراء ونحن عادتنا في نقابة المهندسين أي تقرير فني لتقييم سلامة بناء أو تقييم وضع راهن لحالة معينة يشكل لجنة فنية من سلاسة مهندسين خبراء فنحن بشكل تلقائي بدأنا نشكل لجان من سلاسة خبراء فنيين على درجة عالية من الموسوقية ونرسلهم إلى الأماكن لتقدير الضرر لإمكانية العودة مثلا مبنى التأمينات الاجتماعية مبنى مديرية المالية مبنى الجمارك أعتقد كثير من المباني وكثير من الحالات الاجتماعية ثم بدأ التنظيم بشكل فعلي وعلمي مع البلدية والبلدية اللاتقية ثم الخدمات الفنية وبلدية جبلة وكما تعرفين سلسلة الإدارة المحلية وتوصلوا من يدير العملية إلى ضرورة التعاون بين البلديات والخدمات الفنية ونقابة المهندسين باللازقية وشركة الدراسات في مؤسس العامل للدراسات فلا عرف إن كنت إنها مؤسسة أو لا ربما أخطأت هنا على كل حال هذا التعاون تم بين هالتلات جهات فكان لابد من أنه تنظيم لجان محددة وزعناها بداية على كل أحياء مدينة اللازقية وعلى الأحياء الرئيسية في مدينة جبلة يعني كما ذكرت يعني هيدا كان دوركم وهون يعني التجربة أولى للكون بتقييم الأبنية المتضررة هلأ ما خلينا قبل ما نحكي عن منازل المواطنين أو بعد يعني حادثت الزلزال يعني كانت هناك الكثير من التساؤلات أنه لماذا بناء عن آخر تهدم والبناء الآخر لم يتهدم يعني هناك الكثير من الأسئلة هناك الكثير من الأقاويل أيضا أنتم كاختصاصيين أيضا يعني برأيك لماذا تم أو يعني أثناء حادثة الزلزال هدم بناء وبناء آخر لم يهدم هنا العوامل يعني هذه دراسة تحتاج إلى دقة علمية رح قلك إسا ومعطيات أكثر تحديدا إنما بشكل عام بشكل عام نحن عندما ندرس بناء قبل 97 كنا نزيد 25% من الحمولات من باب احتياطي لمقاومة الكوارس الطبيعية والحالات الطارئة عاصير أو زلازل أو غيرها نحسب 25% من الحمولات المقدرة على البناء نضيفها إضافة ونجري حساباتنا على هذا الأساس يعني هي مواصفات أساسية وأولية وأديمة نعم بعد 97 صرنا نشتغل دراسة زلزالية كاملة جدران قص إطارات أو حصيرة أو أساسات مشتركة المهم أنه كنا نقدم دراسات زلزالية كاملة إنما ربما لم يتم التقيد بها بشكل كامل وربما من يتقيد لم يتقيد بالدقة المطلوبة ما فيه لجان متابعة أثناء هذا الموضوع؟ هم كمان العمل اللي بلازم يكون مجهز من السابق طبعا من أجل تفادي حدوث هكذا طبعا فاجعات خلينا نقول يعني هلأ نحنا اليوم يعني بالبناء الحديث ذكرتي أنه فيه مواصفات في موافقات يكون ضمن شروط معينة مواصفات معينة نحنا ما كتير نفهم بهذه التفاصيل يعني هيدا عملكون أكتر اليوم بالبناء الحديث ما فيه يعني لجان متابعة أنه مثلا هيدا البناء اللي تم تقديم موافقة لإيلو ما فيه مهندسين مشرفين على هيدا الموضوع المتابعة كل المحاضر الجديدة والحديثة نحنا من حيث المبدأ عنده ترخيص أي رخصة نحدد مهندسين مشرفين لكافة الاختصاصات للعمارة وللمدني وللإنشاء عفوا وللكهرباء وللميكانيك لتنفيذ البناء بأكثر درجة ممكنة من الموسوقية والعلمية إنما نحن لسنا سلطة تنفيذية ولسنا جهة وصائية نمتلك حق البنع أو السماح فأنا ممكن كون مشرفة اسمحي لي قللك ممكن كون أنا مشرفة على بناء وصاحب العقار ما يرد لي خبر عندما يصب الأساسات أو يصب البلاطة وأنا شخصيا لا أمتلك صلاحية أنا كمهندس عفوا لا أمتلك صلاحية أني أطلع على العقار كوني مشرفة عليه بجوز ما عندي سبيل للإشراف عليه يعني نحن نحتاج إلى ثقافي لك أنا إلي زمان أقول أزمتنا ثقافية والثقافي لا تعني الأداب والشعر هذا الجزء وجزء بسيط من الثقافي نحن نحتاج إلى ثقافة البناء ثقافي والالتزام بالقانون ثقافي والتفكير استراتيجي ثقافي البناء التجاري ليس بالضرورة أن يكون بناء مهلهل ولا ضعيف بالعكس على الأخوة المواطنين الذين يعملون في تجارة البناء عندما يرتفع سوية أداءهم بأثناء التنفيذ سترتفع الأسعار وسيصبحون أكثر موسيقية وأكثر مصداقية حقيقة الأمر شديد التعقيد وشديد التشابك ويصعب علينا حصره إلا وفق منهجية بعيدة المدى نرجع نحن على الوضع اللي نحن عايشين فيه لأنه هذا حديث مثل ما حكينا طويل ونقاش وبياخد وقت إذا بنا نحكي الآن عن البيوت الموجودة حاليا مثل ما ذكرت حضرتك حالة هلع كبيرة المواطنين حضرتكم نشرتوا على صفحاتكم على الفيسبوك أسماء الليجان طبعا الليجان مثل ما ذكرت مكونة من ثلاث اختصاصيين بالبداية نحكي عن اختصاصات الموجودة بهذه الليجان لا الليجان ليست مكونة ثلاث مهندسين لا الليجان المشكلة حاليا ليست مكونة من ثلاث اختصاصيين هي غالبا مكونة من مهندسين إنشائيين الغالب يعني وأصحاب خبرة إنما هي مكونة من مهندس منها النقابة أو أسنين ومهندس منها البلديات ومهندس من شركة الدراسة لأجل تشارك الخبرات وتشارك المعارف والحصول على نتائج أكبر قدر ممكن من الموسيقية والمصداقية هاي هي الليجان اللي تشكلت نحن تسمحوني تفضل أنه أنا أهيب بالأخوة المواطنين عدم الاتصال بالمهندسين الذين يقومون بالجولات عليهم التواصل مع المخاطير مباشرة لأننا عندما نشرنا أسماء على الصفحات التواصل الاجتماعي وصفحة المكتب الصحفي للمحافظة نشرنا الأسماء والجداول بات المواطنون يتصلون بشكل مستمر بالمهندسين بحيث أن المهندس يجد في نفسه عدم القدرة على الرد أو عدم القدرة على العمل يرجى وبتمنى حضراتكم تأكدوا على ذلك أنه تأكيد على المواطنين أن يتصلوا بالمخاطير تحديدا لكي تكون تنظيم العملية بالشكل اللائق والشكل العلمي والمتعارف عليها عالميا من خلال الوحدات الإدارية من خلال المخاطير يتم تسجيل قوائم وتقوم اللجنة بمرافقة هؤلاء المخاطير بالكشف على العقارات المتضررة وبتمنى من حضراتكم في أكثر من مكان تأكدوا على هذه المعلومة حتى نحصل على النتائج التي نتوقعها أكيداً نحن نهيب بالأخوة المواطنين لكن نحن كمان من نفس الوقت لا يمكننا اللومة للمواطنين بحالة أطمئنان يمكن أن يتمئن إذا بيته هو صالح نحن نغير التوجه فقط بيته لا يتوجه للمهندس مباشرة يتوجه للمخاطير كمان هذا دور كما تكرت المخاطير دور كل فرد اليوم بالمجتمع يعني معلش حتى لو كان هو مسؤول لكن قادر أنه يطمنوا له المواطن اللي هو ممكن ينفجع بأحد أفراد أسرته بيته يعني حتى في ناس ممكن نقول إذا ما خسرت أحد أفراد أسرته رزقه أمام عينه تهدم نعم حقيقة تجمع فهي حالة هلع يعني كانت فإذا نحن بدنا نقول المواطن بده يتواصل هو على أي أساس بده يتواصل ممكن هلأ الناس صار عنده فوبيا خلينا نقول تشقق إذا كان مأبوعة دهان بس ولو شي بصير بيقولك أنا بيتي تصدع وبيتي خاف فشو هي تقييم خلينا نقول التصدع يعني المواطن إمتى بيلجأ يعني مثل ما حكيتي حضرتك صحيح المواطن يلجأ للاتصال بنا أو تسجيل إسواء عند المخاتير الحقيقة من أجل تشققات بسيطة أو هذه واردة وهذه لا تشكل خطورة ما يشكل خطورة هو ما يصيب الهيكل الإنشائي للبناء الأعمدة البلاطات الجسور بهذا الوضع عليه بالضبط طلب اللجنة المختصة إنما تشققات ليست كبيرة شعرية بالعدة مليمترات هذه لا نقيم لها ليست خطرة كل مهم إنما ليست خطرة التشققات الأفقية الشاقولية هذه غالبا هي تكون في طينة البلوك أو في الطين العام للبناء غالبا عم تكون هيك أما عندما يتفسخ الجدار بشكل واضح هنا يصبح لدينا خطر حقيقي ليس من هذه الجملة الإنشائية إنما من سقوط الجدار على الجوار أو على أهل البيت هذا كمان يشكل خطر وما يتعلق بالأهمدة والجسور والبلاطات هذه يجب مباشرة توجه نحو اللجان وهنا لا بأس بالإلحاح على اللجان الموجودة في الشارع حاليا تكرت جملك في المكينة جملة الإنشائية جملة الإنشائية يجب أن تكون متينة يجب أن تكون سليمة يعني بعد الـ 2011 قرار رئيس مجلس مزراء بهدم كل البيوت المخالفة وإنشاءات المخالفة فهذا الموضوع هل نفز على أرض الواقع هل تابعتم هذا الموضوع ما رح نحملك المسؤولية كاملة نحن هذه التساؤلات يعني الأخوة المواطنين أنه كتير حملوا مسؤوليات على كتير جهات يعني سواء كان مثلا ممكن يا مهندسين يا متعهدين يعني كل حدا حسب يعني من رؤية نظر وذكرتي الثقافة هون الثقافة كتير مهمة إذا بنا نأخذ منك توضيح حول تنفيذ هذا القرار أو تطبيقه على أرض الواقع يعني ما تبعتوا هذا الموضوع من قبل يعني تجهيز لأي كارثة حتى نحن ما بس كنا معرضين ما توقعنا نتعرض لزلازل لكن نحن بحالة حرب كنا بعد الـ 2011 كانت فترة حرب يعني ممكن تفجير لا سمح الله نعم أي أزمة مفاجئة فما كان فيه تنفيذ على أرض الواقع كان فيه تنفيذ لكي بتلاحظي أنت أحيانا بناي نازلي والبناي الجنب منازلي هي الحركة الزلزالية بتضرب أشعة وليست بوجات وتصدف أحيانا أنه بناء أحسن من البناء اللي جنبه يعني عوامل صدقيني هي شديدة التشابك إنما نحن اتخذنا إجراءات من خلال دراساتنا نحن حاولنا قدر الإمكان لأي درجة تعاورت معنا البلديات والوحدات الإدارية لا أعتقد أنه يعني قصر وإنما بيظل فيه اختراقات معينة في مناطق المخالفات التي شيدت التي شيدت بهالفترة الحرب اللي عم تقولي حضرتك عنها الحقيقة هي الخسائر الكبيرة الحقيقية جاي فيها نحكينا نحن نعاني هون كمان من شغلي المواد الأولية المساهمة في تشكيل المنشأ أو في بنائه نحن عنا الإسمنت والطينة والمشطينة يعني بمعنى الحاتي عم يحط الحاتي بدل الرمل بدل البحث في تراجع بالمواد الأولية المشكلة للكتلة البيتونية حتى البلوك حقيقة أصاب التراخي ضمائر البعض خلينا نقول ضمائر العاملين وأصاب بقوة وأصاب أيضا الترهل أسلوبنا العام في الأداء علينا الاعتراف بهذا الأمر لكن نحن بالشكل الرسمي وبالوسائق لدينا نحن نجهز كل شيء لا نمتلك نحن الآن قبل هذه الزلزال ومنذ شهرين وثلاثة أشهر في لقاءات متواصلة مع البلديات لتنظيم آلية الإشراف وأعطاء صلاحيات أوسع للمهندس المشرف أعطاء صلاحيات أوسع في تنفيذ مهمته بالإشراف على الأبنية نشوف بناء يصير بسرعة مطلقة يعني بناء ما أنا موجودة عشر تيام خمسة عشر يوم بتكون طالب هذا خطأ هذا خطأ في عندك فترة زمنية لازم تكون ودرجة من التصلب لازم ينال الباطون في تساهل واستخفاف أحيانا بالقوانين العلمية حقيقة للأسف الشديد أصاب مجتمعنا هالشيء أنتو كاليجان كي تكون تتابعوا هذا الموضوع وخصوصي أنت ما عم تقول على أنه في مناطق ما خرج أن تقام فيها أبنية عالية برجيات يعني عم نشوف أبنية بطوابق عالية كثير ممكن ما تكون الأرضية أو يكون في بنية تحتية طبعا جاهزة لهذا الموضوع ويمكن نحن يعني بأزلزال اكتشفنا هذا الشيء يعني بسبب أزلزال يعني بعض المناطق باللعدية شفنا التوسع هون بمنطقة المشروع العاشر يعني شفنا برجيات عالية وعم تتصدع هلا أو في منهم مع الأسف تهدمت بالكامل نعم يعني كيف تيتم بقى مطابعة هيدا الموضوع حقيقة الأبراج المشادة أو قيد الإنشائية يعني هو من كل بد المتصدع يعني قد يكون قابل للترميم والإصلاح وقد لا يكون قابل لذلك أبدا كيف يتم التعامل مع هذا الموضوع كيف رح تتعامل الغير قابل سيتم هدمه مهما تكون الخسائر هذه أرواح الناس يعني ما في شيء أما القابل للتدعيم والإصلاح والترميم هذا سنلجأ له اللجنة الحالية مثل ما تفضلتي حضرتك ببداية البرنامج مهمة تطمين الناس والقول لهم هل بيتك آمن أم غير آمن هل تبقى في بيتك أم تغادر أما أمامنا مهمة طويلة وشاقة جدا في تقدير السلامة والسلامة نفسها درجات سلامة المنشأ ككل يعني حاليا نحن فقط الخطر على السلامة العامة هذا تحديدا شغلنا اليوم سنتابع ذلك من خلال لجام كثيرة ومتعدد من خلال استنفار كافة الطاقات الهندسية وأنا الآن أتكلم باسم الزميل حاتم حاتم ورئيس فرع النقاب مهدسين لأنه ضغط العمل لم يسمح له بالمجيء وأتكلم باسم النقاب أما إذا بدي أحكي رأيي الشخصي أنا تفضل فأنا من حيث المبدأ ضد الأبراج التي تشاد وأعتقد أنه نحن ليس لدينا المعطيات الفنية من حيث الكوادر والآليات وحتى التوزيع المناطقي لبناء هذه الأبراج القاعدة العلمية الأولى أن يكون الفراغ حول البرج من كل الجهات ضعف ارتفاعه مرة ونص يعني إذا عندك 30 متر ارتفاع البرج سيكون حوله من كل الجهات 45 متر نحن عم يعملوه متلاصق فأنا شخصيا ضد وبالبطل طبعا أنا لا أتكلم باسم المقابي أتكلم باسمي باسم أصدقائي فقط طبعا نحن مدام عم نحكي هيدا الحديث وهيدا الأسئلة من باب الأسئلة المتواجدة على الفيسبوك والانتشرة والعالم والعالم بالشارع عم تحكيها نحن عم نحب نأخذ المعلومة من مكانه الصحيح هيدا هو سبب الأسئلة للأمامة لأن بالفعل الأشخاص على الفيسبوك أو حتى بالشارع الحديث عن أبنية ليش هيدا البناء تصدع هيدا البناء ما تصدع فيه خطأ على المهندس المدني اللي قام بالدراسة مثلا فيه حكي أنه مثلا المشروع العاشرة تربة مائية ما خرج أنه ينبنى فيها هيدا البناء بس فيه طبقة صخر تحتها فيه إذا وصلوا لطبقة الصخر بلوصلولها إنما طبقة الصخر عميقة أربع متار ونصف ربما ما حفروا لا حتى الصخر عندما نصل إلى الصخر وخصوصي في المناطق القريبة من البحر علينا أن نعمل سبور في الصخر لأنه قد يكون تحت الصخر مغر كلها الاحتمالات قائمة وكل طريقة البناء السريع والتجاري الرائجة التي سادت راجت في الفترة الأوني الأقيرة هي كل ياتها ما التزمت بهذه المعايير العلمية إطلاقا ونحن كنقابي ليس لدينا الصلاحية لإلزام بذلك نحن حقنا نحكي عليا مثل ما عم تحكي عليا نحن بفي يعني بهيك وضع وبهيك كارثي نحن بفينا نجمل يعني بفينا نجمل نهائيا أبدا الواقع بدنا ننقله كما هو يعني حتى تساؤلات الناس حتى حالة الرعب والخوف هاي بدنا ننقلها بشكل حرفي يعني مثل ما نحن عم نشوفها أرض الواقع لهيك إستاذة زينب يعني إذا بدنا ندخل بتفاصيل أكتر يعني بعد اللي شفنا واللي عشنا واللي صار معنا هلا هون بقى كمان بدنا تكون مسؤولية أكبر وحزم يعني حزم بطبعا أعطاء الرخص بقى هون بدنا نتعامل مثل ما بيقولوا بشكل جدي ومسؤوليتكم بدنا تكون أكبر بهذا الموضوع بالنسبة ل مثلا بيجي بدي أقدم رخصة لبناء مثلا أبنية عالية طوابق وإيضا برجيات رحقا لك كيف العام يدرس هو عام يدرس هو مهندسين غالبا أكفاء لأنه ما حدا بيصدى لهيك دراسي إلا المهندس المتمكن وقادر على حاله هاي دين احنا بتوصل لعننا قابل وحيلا مباشرة إلى لجان تدقيق لجان تدقيق لكل الاختصاصات مثل ما حكينا معماري مدني إنشائي معماري إنشائي كهرباء ميكانيك وبيضل عندنا ما يتعلق بالسلام العامي بالدرجة الأولى هو الإنشائي للأخطر فهدوني كمان عنا أسازي خبراء اللي جان تدور كل أسبوعين نغير اللجنة والحقيقة نحن السنة طبعا هاي دي نقطة كتير هامة كل أسبوع نغير اللجنة لأنه في بعض مواطين بيقول لك معناتها نحنا هذا رايبو حدا من اللجنة حدا من اللي جان خلينا نقول تقدم له مثلا عينة معينة يعني بدنا نقدم لك كل التساؤلات فتغيير اللي جان هيدا شيء ضروري طبعا وتقييم عمل اللي جان شيء ضروري طبعا تقييم خلينا نمشي بالتراتبين وحيلة للجنة التدقيق لجنة التدقيق هي مجموعة استشاريين يدقيقون الرخصة ويجدون الخلق اللي فيها أحيانا لا يوافق الاستشاري على التدقيق ما هيك على المعطيات المهنزد ديس الدارس ملزم بالتقيق برأيي الاستشاري عليه أن يغير دراسته ليوصلوا لقناعة مشتركة نحن في العام الماضي عام 2022 شكلنا لجنة جودة التدقيق بعد التدقيق الأول يسمتها تدقيق ثاني نوع من التدارك ورفع سوية التدقيق وهذه اللجنة قامت بالتدقيق على كل الأبراج وكل البنايات التي هي حالات خاصة في جديدة يعني من حيث الحجم من حيث طبيعة المهمة التي تنتظرها فهي البنايات صار عندنا لجنة جودة التدقيق التي كانت تدقق الرخصة ولها الكلمة الفصل قد لا نقبل الرخصة أن احنا الأسبوع الماضي القبل الزلزال فيه طابق إضافي لأحد الزملاء بالحفة عامل دراسة كاملة نحنا رفضنا قال أنا حقي أني نفذ الطابق قلنا له لكن البناء لا يحتمل لا يصطر نحن رفضنا الرخصة نهائيا لم نقبلها وبدو يدفع أعدنا له إياه هي على سبيل المثال بعد لجنة جودة التدقيق هي إضافة لألها أقمنا دورات للتدقيق وتتمكين مهارات الزملاء المدقيقين وتذكيرهم يعني بالأخير أي شيء ما تستخدمه يصاب ببعض التراخي أو ببعض الكسل صحي زملائنا المدقيقين أعدنا أقمنا دورات جودة تدقيق وتمكين مهاراتهم في فرعا اللازقية وأقمناها في مقر فرعا اللازقية في جبلة يعني نحن نسعى بشتى الوسائل ونعتبر أنفسنا لم نصر إلى ما نتمنى كما قلت اليوم لن نجامل هل وصلنا إلى ما نتمنى من جودة التدقيق ومن الكفاءة لم نتمنى إنما الوضع عندنا كدراسة جيد جدا وفوق الجيد يعني جيد جدا إنما العبرة في التنفيذ نحن التنفيذ إلى حد ما خارج السيطرة إلى حد ما في أماكن وفي أماكن عندك مهندسين ملتزمين بتلاقي البناية ما فيها عشرة واثناش طابق ما فيها تشعيرة مليمترية ما فيها وهذا المطلوب وهذا المطلوب وعلى الأخوة المواطنين أن يدركوا أنه هن لا يوفروا أي شيء عندما يستغنون عن المهندس المشرف على الإطلاق هم يخسرون كثيرا من حيث كمية المواد من حيث جودة التنفيذ تماما ثقافة اللجان ثقافة الإشراف والدراسة نعم يعني أتعاب المهندس هي أقل 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 شيء تكلفي في البناء صحيح والدور الأهم والدور الأهم وزملاءنا حاليا يعملون بكامل بكامل الرغبة والطواعية وسيارات وبنزين فقط لتطمين الناس صدقيني هذا الدور ربما لن تستطيع حصروا بالأرقام والجداوى التي سنقدمها للجهات المعنية إنما هن قاموا بعشرات آلاف الكشوف في هذه الأيام السلاسة الماضية نعم إذا بدنا نحكي في إحصائية لعادة الأبنية المتضررة بمحافظة اللاذقية سواء باللاذقية أو جبلة تم بدأنا بالإحصائية لهذه عادة الأبنية نعم نحن 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 إلى حد ما قريب جدا من المواقع لأنها قد لا تكون مطابقة 100% لكنها ستكون على درجة عالية من الدقة إن شاء الله نعم إذن ذكرت أستاذ زين بالتصدعات أو شو هي خلينا نقول الأعراض الأولى اللي خلينا نقول الأبنية المهددة أو المخيفة يعني لحتى نحن ناخد تفاصيل أكتر هناك كثير مثلا ناس تجهل هذا الموضوع منهم البعض يقول أن التصدعات الأفقية غير الشاقولية أو العكس خلينا ندخل بتفاصيل أكتر عن هذا الموضوع نحن ممكن يكون أحيانا يلاحظ المواطن جنب العمود شقش هذا فقط انفصال بسيط بين البلوك إذا كان قد يكون هو مجرد بطيني فقط بالتلييس هذا مجرد انفصال بين البلوك وبين العمود طبيعي لا يشكل أي شيء هذا ما بيخوف ما بيخوف الهلع مثلا أنا لاحظت مبارح طلانة على جبلي ومنشان لجان جبلي وطلعت يعني أنا مرة بالطريق إذا عينت ببنائي يبقفوني عشر مواطنين من شأن بناياتهم التلاصق نحن عنا مشكلة كبيرة في المحافظة هي التلاصق الأبنية هاي بناء وهاي بناء هاي دا أعلى من هاي دا مثلا بثلاث طوابق هاي دا له تردد وهذا له تردد أثناء الاهتزاز وبالتالي المنطقة الاتصال بيناتهم غالبا يكون بالقشري أو بالطين أو بتلبيس الحجر هاي بدأت تنشق لأنه هاي دا له بيسموه رنينو ما هيك الرنينو والاهتزاز أو التواتر وهاي دا له اختلاف الموجة اختلاف الحركة اختلاف قوة الزلزالية اللي اتعرض لك الواحد منهم لأنه كل مزداد عدد الطوابق كل ما كانت القوة الزلزالية المؤسرة أكبر وخصوصا على الطوابق السفلة يعني بتكون القوة الزلزالية قاصمة كل مزداد بالطوابق الأرضي تحديدا لأطمئنان أكثر شو هي التصدعات المخيفة التصدعات المخيفة عندما يجدون كسر في العمود ما هيك كسر في الجسر بالبناء نعم بالابنية نعم بالابنية عندك عندما يجدون تشقق قلنا مائل أو تشققات كبيرة في الجدران تشقق المائل تشققات السقف أيضا هذه مخيفة وخصوصها عندما تكون طويلة وبعيدة يعني آخذة امتداد من محل لمحل عمليا عندما يكون انفصال بين الجدار ككل والأعمل والهيكل هذا يؤدي أنه فيه وضغط وبالتالي ضغط الجدار لانفصل الجدار بشكل كامل عن الهيكل هذه الدلج يقدر المواطن أنه بخطر علي درج المبنى درج المبنى يعني الأدراج غالبا هي بتكون كتلة إنشائية من فصل بلاطات بيتونية مائلة درج المبنى إذا ما بيكون فيه خطورة إلا إذا كان بالفعل الوضع خطير بالفعل هو منطقة آمنة نسبيا درجة البناء بكل أحوال درجة البناء كتلة إنشائية من الفصل يعني المبنى بأغلبية مرتبطة فيه مرتبطة فيه وهي عبارة عن بلاطات بيتونية يعني الدرج هو بلاطة مائلة وبلاطتين أفقيتين يحملون هو بيتون مية بالمية بالغالب وبالتالي التصدع فيه هو مؤشر خطر وليس قليل يعني بتفاصيل إنشائية أيضا أستاذي زينب مثلا يعني بعض نحن النصائح شفناها كيفية تعامل مع حدوث الزلازل مثلا كتير يعني من اللي كانت النصائح يعني مثلا مباشرة بيقول لك لا أنت بتفتح الباب وتنزل لأنه أول شي ممكن ينهدم بالبناية أو يقع بالبناية هو الدرج وفي ناس بتقول لك العكس إنه إذا أنت قادر تطلع مباشرة من المنزل فإنه ينزلوا مباشرة فهل هذا الكلام صحيح إنه ممكن كان يكون إذا بناية معرضة للهدم أول خلينا نقول من أجزاء البناية هو الدرج الخارجي للبناية الأزية في الدرج لا ليس هو أول شيء معرض يعني مو بالضرورة لا مش بالضرورة أبدا 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 نهائيا ربما كانت الشرفات اللي مغلقة هي أخطر هي أخطر جزء في المبنى وهي كمان مشكلة كبيرة نوعانية إنه إحنا منعمل شرفة ومنغلقها بالكامل بالبلوك لا من لبسها بالحجر بيصير عندك طن ومئتين ألف ومئتين كيلوغرام على المتر الطولي حمولة على طرف الشرفة يلي هي عنصر غير مستقر إنشائيا عنصر قلق إنشائيا وإذا بتلاحظي أنت كل الأبنية يلي فيها أغلاق شرفات وهي الأخوة المواطنية يشوفوها كل ياته أغلاق الشرفات من أخطر العوامل الإنشائية على طبعا بالبلوك وليس بالبلور يعني في منهم بيعملوا شبابيك إزاز هذا عادي طبعا بالبلوك المواد الخفيفة طبعا البلوك طبعا سوا عم يلبسوا علي حجر وحتى نحن عنا ظاهرة رح نحكي فيها بما أنه وتيحت لنا الفرصة موضوع أنه نحن تلبيس الحجر يعني أنا بعتبر أنه اللازقية بتليت بهذا الأمر هذا وهو يتم بطرق غير علمية الحجر وزده سقيل أو الرخام أو هيدا وهذا بدوا شبكة حاملة يعني بدوا شو بيسموه يا ربي خلينا نقول دواعم يمكن أكثر بدوا دواعم معدنية في الأسفل في أسفل البناء في هذا يحملها بيقولوا قال له علميا له جملته الحاملة لوحده إنما لا يعامل أبدا قد يكون مثلا ربما بطريقة علمية يعرفها المهندسون ممكن تشريكوا وصلوا بالحديد طريقة معينة ببناء بالحائط إنما حاليا يتم هاي البلوكي أو الرخامي أو الحجرة بيحطوا له شوية اسمنت وبيلسقوها وعلى ارتفاعات ولاحظوا اليوم الأول بالمدينة كل ما رأيناه في الطريق هو حجر مكسر خام مكسر سيراميك مكسر ونقول أنه الحمد لله صار بالليل لأنه لو صار بنهار هذا كله كان نزل على رؤوس المارة صحيح ومع ذلك وحقول كلمة للأمانة عندما يكون الزلزال قويا وقريب مركزه من المنطقة سيقوم بما عليها أن يقوم به كزلزال بغض النظر عن الطياطات يعني بالنهاية حتى الدراسات على الأبنية صارت على زلزال خمسة ستة أما وصل لشدده لسبعة فاصلة سبعة وأكتر حتى الدراسات الأساسية بهذا الموضوع ما ندارسين الأبنية لهذا النوع من الزلازل نحن اليابان نتيجة تعرضون الشديد للزلازل والمتكرر هن وصلوا لمهارات عالية جدا نحن حاليا نحن بنعمل بلاطات مستمرة في الأرض يعني منسميها حصيرة ومنسبت عليها جدران استنادية أو أعمدة وإطارات بينما هن وصلوا لمرحلة أنه حتى هاي غير نافعة نتيجة الزلازل المتصير عندهم فصاروا يعملوا الأساسات تعيتهم متمفصلة مع الأعمدة والعناصر الحاملة بحيث أنه تحركت الأرض تتحرك البناية ويظل التواصل أو القوى عم توصل لمحلة طبيعية من خلال المفصل القائم اللي هو عبارة عن نوابد وآليات مختلفة يعني عن جد أستاذي زينوب نشكرك لكل التفاصيل اللي قدمتنا هيه والتوضيحات يعني نحن كتير سألنا يعني أسئلة الناس اليوم مثل ما شفتي هي كارثة وفاجعة والناس كلها خايفة في منهم كتير خايفين يجعوا بيوتهم وعملكم من أجل طبعا تقييم جدة عمل اللي جان وهيضا الموضوع الأهم لأنه هي أرواح ناس وناس لحتى تطمئن يعني ترجع بيوتهم نتمنى دائما المتابعة لهذا الموضوع من قبلكم يعني يعطيكم ألف عافية ما بتأثروا أكيد والالتزام أكتر يعني بالشروط وعمل اللي جان رجع من أكد عمل اللي جان وللأخو المواطنين مثل ما ذكرتي مباشرة نتواصل مع المخاتير أو أقرب ممكن أنتو مع مين عم تتعاون يعني ما بس يمكن مختار كمان مع البلديات مع البلديات نعم الوحدات الإدارية أي وحدات إدارية أي مواطن يتواصل مع الوحدات الإدارية وأيضا البلديات والمخاتير وتفضلي إذا تسمحي لقليل احنا اليوم بالضبط اليوم سيرنا لجان في كافة أنحاء المحافظة على كل المحاور الطرقية على كسب على برج اسلام على القرداحة محاور ريف القرداحة محاور ريف جبلة وتستراد عين الشرقية مدينة جبلة واللازقية إلى الليجان نعم تشغل فيها ثلاثة أيام لجان مقسمة لكن اليوم سارت الليجان بكل محاور المحافظة دائما وصلت الليجان ستصل اليوم إلى الدالية إلى من أبعد منطقة في الجنوب إلى أقصى إلى كسب أقصى منطقة في هذا لرصد الواقع ورفع التقييم الحقيقي الذي سنستطيع تقديمه وانطلقت لجاننا بكل الاتجاهات وأنا اسمحولي من شاء مطيل عليكم فضل أنا اللي بدي اتشارككم على الدعوة وعلى الأسئلة الجميلة والموضوعية التي وصلتنا واتمنى أن نكون قد أجبنا المواطنين بما يطمئنهم لأنه حقيقة مثل ما حكينا الأمور شديدة التداخل شديدة التعقيد وما علينا سنقوم به إن شاء الله ونتمنى أن تكون هذه الأزمة عابرة وأن لا تتكرر هي ليست عابرة تركت أسر الكبير حقيقة نتمنى أن لا تتكرر وأن نأخذ منها دروسا جديرة بأن تكون عبرة للأيام القادمة إن شاء الله يعطيك ألف عافية المهندسة زينب الخير رئيس شعبت مكاتب الهندسية الخاصة بنقابة المهندسين شكرا لحضرتك على المعلومات لقدمتين شكرا لكم ولحضوركم الحلو ولكلامكم الجميل شكرا جزيلا يعطيك ألف عافية بالتوفيق لكم وبيعمالكم